تلاعب قبل يوم 29 أكتوبر المرضود إيه بقى على المستوى المحلي هنا بالنسبة لللجنة الخماسية لبطولة الدوري وبطولة الكاس هي دي بقى المشكلة الأساسية تخيل هو ماتش واحد لكن ممكن يضرب لك الدنيا كلها يعني هو ماتش واحد آه خلاص يعني هو ناقص مباراة واحدة إحنا خلاص في الأسبوع الثلاثة لا أنا بتكلم على ماتش واحد اللي ممكن يطرحل اللي هو الزمالك والراجع بس مفيش غيره آه المباراة اللي هتتأجل مزبوط آه لكن على قد ان ماتش واحد ممكن يتنقل من هنا الهين أو يتنقل لأربعة أيام مثلا من معاده الأصلي أو خمس أيام ده يضرب لك كل حاجة يضرب لك زي ما نقول كده بالبلد كورس في كله آه يعني ليه بقى تعال نقول اتحاد المصري حد أيام 28-29-30 للمباريات التسعة في الأسبوع الأخير للدوري الأسبوع رقم 34 ومن هنا فتح باب القيد المحلي حتى يوم 4 نوفمبر يبقى إذن أنا لما يكون عندي خلصت الدوري خلاص وآخر أسبوع في الدوري 28-29-30 بعض الأندي حتخلص 28 يبقى عنده 6 أيام اللي حيخلص حتى تهدي عنده 4 أيام يمشي ده يجيب دوت يغير دوت يعمل استبدال يعمل إعارة اللي هي القواعد المحطوطة مزبوط في الاتحاد المصري فعنده 4 أيام دوري طيب عدم إقامة المباراة دي في هذا التوقيت إيه اللي باقي من الدوري للأسف إنه لو الزمالك ملوش يعني دور في تحديد مراكز الدوري ما كانتش حصلت مشكلة لكن المشكلة إن التلاتة الهبطين تحددوا طانطة وإفسي مصر وأول حرس خلاص تحددوا البطل تحدد رابع الدوري اللي حتقاه لكم في دولي تحدد باقي تاني وتالت هم معروفين أنهما تاني وتالت بس من التاني اللي حيلعب في دور الأبطال ومن التالت اللي حيلعب في كونفدرالي هي دي المشكلة فالمباراديات حيستتبعها أنا عندي الأسبوع الأخير للدوري فيه الزمالك والإسماعيلي وفيه بيرامدز والمقاولين هيلعبوا المفترض إن من قبيل العدالة اللي حابتقول إن كل المباراة اللي بتحدد هبوط أو بتحدد مراكز متقدمة لازم تتعامل في نفس التوقيت يبقى إذن بيرامدز والمقاولين لازم يتعامل في نفس التوقيت الزمالك والإسماعيلي لأن المباراةين حيحددوا تاني وتالت مظبوط طيب لو دي تأجلت كده لتسعة وعشرين زي ما أنا قلت هم مش حيعرفوا يسفروا قبل سبع وعشرين يوصلوا لمسا لبسل تسعة وعشرين أنا بقولي المعادل مقترح تبقى لتسريبات كده برضو زي البلونات اللي بنسأطفوها إنه تسعة وعشرين طب تسعة وعشرين ده كان المفروض إنه هو المعادل اللي يلعب فيه الزمالك أو بيرامدز أو التمانية وعشرين هي تسعة وعشرين هو ما تحددش الأسبوع الأخير. بس غالباً كان حيلعبوا يا 28 و 29 عشان يسيب فترة إيه؟ قبل النهائي. طب ما تلعبش الماتش ده. حتخش على النهائي. ما تلعب الزمانك 29 مش بقولي حتلعبوا مثلاً يوم اتنين وتلعبوا النهائي و 6. ما ينفعش عشان عمده نهائي. ما ينفعش. فإزاً إيه؟ هيتنقل بعد 6 نوفمبر. 6 نوفمبر. 6 نوفمبر عشان تلعب النهائي أول ما عاد طبقاً للليحة. يوم تسعى. يوم تسعى. فمعسكر المنتخب المفروض من 9 ل 17 تلعب فيه مباراتي زهاب وعود. صح. فأنت بعد أفريقيا ما عندكش المساحة إنك تلعب الماتش ده فهتضطر تخش معسكر المنتخب. ويبقى الماتش هيبقى بعد 20. بعد 17 خلص معسكر المنتخب تقدر تلعب بعد يبقى 3 يام مثلاً يبقى يوم 20. طب أنت لما زقته اليوم 20 يبقى أجلت نهاية الدورة اليوم 20. طب وكاس. يبقى لازم تغير. ما أنا حقول لك بقى. أنا بكله على الدورة ده كله. مشكلة الكاس ده مشكلة تاني. هتبقى لسه عندك مشكلة إنك هتلعب الدورة طبعاً يوم 20. وحيبقى كمان إن القيد ما ينفعش يبقى 14 نوفمبر. يبقى لازم تغير وحتغير في موعيد دولية. لأن كده كمان بتبعت القايمة للكاف. يعني مثلاً ممكن فرقة أهلي وزمالك وبيرامدز والمقاولين عندهم بطولة أفريقيا السنة الجاية. مسبور. فهو حط قايمة وبعدين الدورة ما تأجل فتحت القايمة. بس أنت بعدت قايمة تانية. يبقى أنت ضربت الدنيا في بعضها. يعني مثلاً سيء. الأهلي عنده مسجل مثلاً 23 لعيب. وكان عايز يسجل اتنين هيشتريهم لسه. مسبور. زي مثلاً بدر بنون. زي أي حد. سبقات جديدة. أي صفقة جديدة. تيجي تأياده تكون أنت قفلت القايمة الأفريقية وانت لسه قدامك القايمة دي مفتوحة. ها يعني يكون القايمة الأفريقية تقفلت ولسه القايمة الحالية. يبقى ضمت لاعب. مش هلعب أفريق. مش هلعب أفريق. ده نمر اتنين. يبقى شوفت حطت نفسك أدي مشكلتين. دور مش هيخلص. قيد نمر ثلاثة. الكاس كان أنت المنتخب يخلص. إيه اللي فاضل؟ دور الثمانية أربع ماتشات. المنتخب يتكلم حضراج المنتخب هيخلص يوم 17 نوبمبر. آه بالضبط. كان المفروض فيه أربع ماتشات دور الثمانية منهم من ماتشة لعب. فباقي ثلاث ماتشات. كانوا حيلعبوا الثلاث ماتشات دور. وبعدين مثلاً على يوم عشرين سيمي فاينل أربعة وعشرين. ده ما هتحددش بسيقولك بالتقريب. 24 وبعدين يروح لعب النهائي كاس 28 مثلاً أو كده. بعد 28 أول لو الأهل والزمالك أو بيرامدز أو المقاولين اتحطوا في الضور التمهيدي اللي بتقوط أفريقيا الجديدة. هيلعبوا يوم 29. سيد ده بقى. يبقى دخلت في الموسم الجديد لأفريقيا وانت مخلصتش الكاس. إحنا عاملين هما معاد كان تقريبي. لأن الدور يكون خلص ويلعبوا الكاس مثلاً حتى عشرين 24. 27. ويقلص ويروح داخل في بطولة أفريقيا الجديدة ويلعب من أول ديسمبر الدور الجديد. هتلاقي لسه عندك ماتش في الكاس فهتدخله في وسط الماتشات. وعندك سوبر الجديد. موضوع صعب جداً. موضوع كله ضرب. بسبب إيه؟ تخيل. مش مثلاً أجلت خمس ست ماتشات. لا دا ماتش واحد يترحل عمل لك كل الأزمة دي. أزمة في الدور المحلي. أزمة في القيد. أزمة مع المنتخب. أزمة في بطولة الكاس الجديدة. أزمة في دورة أبطال أفريقيا الجديدة. خمس أزمات. مشكلة كبيرة وده كمان بسبب أن المركز الثاني ما تحسمش. لو كان الأربعة أو الأربع مركز أولها تحسم وكان هيبع عندنا نفس المشكلة. يعني لو كانت عرف من دلوقتي أن خلاص مثلاً الزمالك هو المركز الثاني وبيراميز الثالث والمعاولين الرابع. كان ممكن ديبقى فيه مشكلة؟ أقول لك بقى كانت ممكن تعمل إيه؟ لو اتحسمت وخلاص خلصت كنت البيراميز ييجي من أفريقيا يلعب ماتشو. يلعب ماتشو. خلاص هو ببيراميز خلاص. الزمالك ما هو مش مرتبط ببيراميز فيلعب ماتشو لوحده ممكن مثلاً خلص النائق ستة تروح زنقلو ماتشو توق تستأذن المنتخب مش هضوم اللعيبة دول مثلاً يوم تسعة. يدخروا يومين مثلاً آه فينضموا لعبة الزمالك بس فكت ممكن تتحلل لكن انت كل الفرق هتبع عنده يعني الفرق هتتعطل كلها بسبب ده. في حاجة واحدة بس اللي مش طرف فيها ممكن يستفيد اللي هو الأهلي. إن أحمد فتحي يبقى موجود في القايمة على أفريقيا في النهاية فقط هو ده الفايدة. لو النهاية كده كده يوم ستة ده النهاية ما عندهش مهملش. كنت سمع أنه ما ممكن يأجلوا النهاية لكن ما أعتقدش. يعني موضوع النهاية ده خلاص يوم ستة نوبمبر ده النهاية. أصل أنت عايز تأجله فين؟ إذا كان الأجندة فيه فرق هتلاعى في تصفيتات أفريقيا يوم تسعة. آه على الأجندة الدولية المنتخبات. آه فستة تسعة حتى لو أجلته يوم ما ينفعش. ما ينفعش. خلاص ده معاد شارب. عالفيك أي أن كان تأجيل معاد مباراة زماني. النهاية ستة يوم. هايجي بقى تقولك بقى لأ ده خد راح أكتر مني بيوم وبنص ساعة. والكلام اللي احنا بنقوله عندنا ده. ما فيهاش. ما فيهاش. بس أنت تتوقع التأجيل. ولا تتوقع قرار آخر. الأقرب هو التأجيل. ما لم يعملوا مسحة كده هم بقى من عندهم. واللي السلطات توافق على صفر الفريق. بس هيجوا والعبوا تاني يوم. ده يعني لو الحضراج بتتكلم عليه ده المفروض المسحة دي تتبقى بكرة ويسافره. ويسافره مجمعه ويلعبه ويلعبه يوم السبت يعني. ما فيش حل لكده. لكن بص حولك على حاجة. الاتحاد الأفريقي في مأزق أنه عايز يستجيب لضغوط المغرب. ولكن في نفس الوقت عايز يطبق قراراته اللي عملها مع فرقتين قبل كده. منهم حرية ومنهم حسينية البديل. لكن المشكلة أنه هو في كل الأحوال فيه تضارم على فكرة. مشكلة الاتحاد الأفريقي. وأنا قلتها قبل كده كتير. ومش هناخجل لنا نقولها. الاتحاد الأفريقي للأسف لم يعد في الاتحاد عنده قرارات صارمة. حصلت في نهاية السنة اللي فاتت الوداد والترجي. وشوفنا أن القرار اعتماد النتيجة أثناء المباراة. بعدها بيومين لا نعيد المباراة. بعدها محكمة الدولية لا اعتبالنا القرار. ثلاث قرارات في حاجة واحدة. أو ده نفس الكلام في دورة أبطال أفريقي. مش بلونات. هم كانوا نويين يعملوا مباراة فعلا دور قبل النهائي. والنهائي في دورة مجمعة. بس هم ما نقولوش مكان. زي زي.